قام معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة إلى الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني حيث استمع معالي إلى إيجاز عن سير تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني والتي كان لها الأثر الكبير على مخرجات وجودة التدريب العسكري الراقي بالكلية كما بحث معاليه عدد من الموضوعات المتعلقة بتحديث البرامج التدريبية المتخصصة والمرتبطة بالشؤون الدراسية سواء النظرية أو العملية لتحقيق الأهداف المنشودة هذا وأكد معاليه أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تسخر كافة إمكانياتها لتقديم أعلى مستويات التأهيل العسكري لتخريج دفعات متتالية من القادة والضباط المؤهلين أكاديميا وعسكريا لبدل كل ما في وسعهم للمساهمة في متابعة عمليات التحديث والتطوير وخلال ترأس معالي المشير اجتماع المجلس الأعلى للكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني أوضح ما عليها أن مسيرة قوة الدفاع في ظل الرعاية الكبيرة والتوجيهات السديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى يتحقق من خلالها دائما العديد من الإنجازات الكبيرة مشيرا معاليه لأن الجهود الحثيثة التي تبذل في خدمة قوة الدفاع من شأنها توفير عناصر الكفاءة والتحديث في الصروح العلمية العسكرية وتمنيا معاليه للقائمين على الكلية التوفيق والسداد